بحسب القراءة السياسيين هنا حركة طالبان سيطرت على جميع أفغانستان وبقيت بانشير هذه المقاطعة العصية والمتمردة التي بقيت كذلك خارج السيطرة طالبان في عهدها السابق هذه المقاطعة ينتمي إليها مسعود المهندس مسعود الذي ناضل وقاومه طالبان في أوائل التسعينات إلى أن مات أو قتل وابنه الآن يقود حشود ضد مقاتل طالبان وكذلك ضد قيادة طالبان في كابل يبدو أن جبهة جديدة سيفتحها الابن ويقود كذلك وسيقود حروبا ضد السلطة في كابل كما هرب إلى هذه المقاطعة النائب الأول أمر لصالح بحسب ما تفيد تقارير وكذلك هربت هناك مجموعات من القوات الأفغانية إلى هذه المقاطعة وبالتالي وبحسب قراءة السياسيين هذه المقاطعة ستبدأ حروبا دموية ضد القوات الطالبانية في كابل نعم نأتي إلى الوضع الأمنية عبدالله هل ما يتزل الأجواء متوترة في عموم البلاد؟ الأجواء في عموم البلاد هادئة وهناك خرجت تظاهرات في المقاطعات الشرقية كما شهدت المقاطعات الشرقية حفلات بمناسبة يوم الاستقلال وبالتالي الحشود هذه واجهت عنفا من طرف بعض عناصر طالبان في مقاطعة ننجرهارة الشرقية وكذلك في مقاطعة كونر الشرقية ما أدى إلى إصابات وبحسب تقارير من مدينة جلال أباد عاصمة إقليم الشرقي قد مات أمس مؤخرا أحد المحتشدين المتظاهرين في هذه المدينة في عموم البلاد ليست هناك تقارير تفيد بأن المقاطعات الغربية أو الشرقية أخرى والجنوبية تشهد حربا أو عنفا أو قتالا وفي العاصمة كابل الحالة كذلك هادئة إلا أن إطلاق نار في الهواء على المحتشدين الذين احتشدوا في مطار كابل وهذه الحشود الآن خارج إحاطة وأسوار مطار كابل بين حين وآخر عناصر طالبان تطلق لتفريقهم نارا في الهواء كما أن القوات الأمريكية كذلك تطلق نارا بين حين وآخر لتفريق هؤلاء الجموع والجموع بحسب ما رأيت أمس مؤخرا لم تقل حشودهم وكذلك جموعهم بوفرة فيهم نساء ورجال وأطفال ينتظرون الخروج إلى الخارج فيما ليس عند أكثرهم مستندات قانونية مثل جواز السفر والتأشير وتذكرة السفر نعم عبدالله نادر مرسل غد كنت معنا من كابل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر